ويسن في الطواف الاطباع في الأشواط الثلاثة الأولى لحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا رواه مسلم إذن الرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأولى وأما للطباع فيكون في السبعة الأشواط كلها ترجمة نانسي قنقر